اشتركوا في القناة وقفين مع الشعب الليبي في أنه يكون فيه وفاق في أنه يتوصل بواسط حلول سياسية إلى تفرد نوع من الاستقرار في ليبيا وليك تعاون استخباراتي مع ترابلوس مثلا تعاون استخباراتي معناها ما نخيرش نستعمل اللفظ بتاع تعاون استخباراتي لأنه في الحقيقة ما عناش ترف رسمي في ليبيا أن نتعامله معه نحبه يكون فهمه ترف رسمي لكن فيه عمل كبير منه في أنه يكون عندنا أكبر ما يمكن من المعلومات على ما يمكن يهدد خاصة التراب التراب التونسي هناك أطراف ليبيا تقول أننا زودنا التونسيين بمعلومات هناك معلومات تجينا من ليبيا ما نقولكش لا لكن ما فيش تعامل بين أطراف رسمية لأنه كيف نتحدث على تعاون استخباراتي فما جهاز استخبارات متع دولة وفما ترف مقابل جهاز استخبارات في دولة أخرى هذا الآن ما زال تقريبا ما هوش بالشكل هذا لكن فيه تعاون هناك معناها معلومات تجينا من القطر الليبي ونحاول نستغلوها في العمل متاعنا من نفذوا العملية في منجردان؟ تونسيون بالأساس؟ إلى حد الآن كلهم تونسيين تقريبا كلهم تونسيين إلى حد الآن ما فيما اشترف من بلاد أجنابية كلهم تونسيين إلى الآن إلى حد الآن لأنه تقريبا ما تمش معناها تحديد هوية كافة العناصر اللي تم القضاء عليها لكن من تمت تعريف بهويتهم كلهم تونسيين لا يوجد نساء من ليني منافذة رجالة لا يوجد نساء كلهم رجال كلهم رجال مدن الجمهورية من مختلف مدن الجمهورية أنتم على استعداد لمواجهة هذه الظاهرة لأن كل التقارير تتحدث عن وجود عدد كبير من التونسيين في مناطق النزاع في سوريا في العراق في اليمن حتى في إفريقيا لأن نتحدث ما هي الاستراتيجية؟ عملية استراتيجية وزارة الداخلية ما هي؟ لو أنك وصلت على الوزارة الداخلية منذ السابع من شهر يناير أنت الجديد في الوزارة نحن بالنسبة للتونسة اللي موجودين خرج التراب التونسي واللي ينضموا إلى تنظيمات إرهابية وإلى غيره الحقيقة العدد كبير صغير وغير لكن ما هوش عدد اللي بالحق مضبوط بشكل معناها دقيق لأنه هذا الكله يعتمد بطبيعة الحال على توقعات يعتمد على معلومات اللي هي ما هيش دقيقة في بعض الأحيان متضاربة لكن واضح أنه هناك تونسيين بعدد هام موجودين خرج التراب التونسي شن هي الاستراتيجية متى وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية بطبيعة الحال ما كانتش تتفرج في هذا الكل الحدود التونسية من ناحية ليبيا من ناحية الجزائر هناك استعدادات كبيرة هناك عمل كبير والحقيقة ما هوش وليد السنة هذه ولا اللي قبلها كان فيه ديمة استعدادات حتى تقع حماية حدودنا كان فيها استعدادات كان فيه تركيز أمني كبير لحماية الحدود وهذا فيه تنسيق بطبيعة الحال بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية إذا كانت حب نحكيه على الديوانة التونسية فالاستراتيجية موجودة لكن تعرفوا أن الاستراتيجية ما هيش للاستهلاك العمومي بطبيعة الحال بطبيعة الحال معناها شيء طبيعي أنت أمني أنت عادي أن تتحفظ نسمع دائما كل الدول نحن على استعداد للتعاون مع تونس في مجال مكافحة الأرهاب عمليا أنا شوف هنا نعطيك رأي ربما تونس الآن لهالإمكانيات الخاصة أحنا بلاد في تونس إمكانياتها محدودة وهذا ما هوش سر الاستراتيجية اللي توضحها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات إذا كانها ما تاخذش بعين الاعتبار الإمكانيات متاعنا فهذه تولي استراتيجية ما هيش في محلها وخاطئة تونس توضع الاستراتيجيات متاحا انطلاقا من الإمكانيات اللي موجودة عنها الإمكانيات محدودة تقول إمكانيات بتفحت الحال محدودة احنا بلاد ما نيش دولة غنية تونس تونس بلاد امكانياتها محدودة في حدود الامكانيات متاعنا وضعنا استراتيجياتنا وضعنا خطط العمل ونسعى الى تقييمها باستمرار نسعى الى تحسين الامكانيات مطابقة للخطر؟ الى حد الان ما نحبش نقول معناها امكانياتنا ضعيفة امكانياتنا ما نيش ضعيفة احنا نعمل على مواردنا البشرية نعمل على ذكائنا نعمل على ما عندنا من امكانيات باش نحطوا الاستراتيجية الإمكانية إن كانت هذه الأسلحة تكدست منذ فترة طويلة إذن يوجد خلال استخباراتي خاصة في منجردين بالنسبة الموضوع الخلال استخباراتي هيتون قولوا ربما يكون فما نقاس أن هالمعلومة ما وصلت نيش قبل لكن الحقيقة مش بالشكل هذا المعلومة الاستخباراتية أساسا هي معلومة بصفة عامة تلقاها ما هيش معلومة دقيقة مثلا في تونس منذ مدة وهذا بكلام تقال حتى في الجرائد هناك سعى لأطراف إرهابية أنها تقيم إمارة في منجردين وهذه هي كانت النية هذه هي كانت النية بطبيعة الحال واضحة لكن المعلومة هذه موجودة لكن الدقة تقال المعلومة وقتش كيفش ما هي الوسائل التي ستستعمل لإقامة الإمارة هذه وليس تقدر الإمكانيات بطبيعة الحال بطبيعة الحال المعلومة كانت موجودة المعلومة الاستخباراتية كانت موجودة ربما تقولي ناقصة ربما ما هيش دقيقة ما لم تكن دقيقة لكن تونس قواتها الأمنية والعسكرية خذيت كل الاحتياطات لهذا وعندما حاولت هذه المجموعة أنها تقيم إمارة في منجردين فوجدت دولة موجودة في منجردين وهذا هو الأساسي بطبيعة نقول لك فما نقأس نعم ويلزم يكون فما نقأس نحن كيف ما قلت لك بلاد إمكانياتنا محدودة لأن الناس بعد ساعات تحكي على منظومة استخباراتية وكأنها في الولايات المتحدة هذه تونس عندنا إمكانيات ولابد أن نخدمه حسب إمكانياتنا ما كانش نوليه نحلم ومن يريد أن يساعد تونس فليتفضل هذا يعني من نفهم من كلام فما لفيد دول شقيقة وصديقة وقفت مع تونس جزائر مثلا بطبيعة الحال الجزائر شوف الجزائر وليبيا هذن الناس معناها جيران قدرنا أن نكونوا موجودين مبعضنا في نفس السفر ما يمس من أمن تونس يمس من أمن ليبيا ويمس من أمن الجزائر والعكس وبالعكس فما تعامل كبير مع شقائنا الجزائريين في المجال المعلومات في مجال الاستخباراتي في مجال حماية الحدود ومتواصل نحاول أن نخف على بعضنا تعرفوا أن الحدود تراقب من الجهتين فعندما يكون معناها الأجهزة الأمنية في بلد كيفما الجزائر ولا في ليبيا موجودة مع بعضنا نحميه حدودنا يكون فيه أريحية أكثر في العمل المجهود موجود والتعامل مع جيراننا الحقيقة معناها في مستويات متقدمة جدا ونختمع لي كيفما قلت لك نحبه في استراتيجياتنا الأمنية في خطتنا الأمنية نخذه بعين الاعتبار إمكانياتنا اللي عندنا اللي يجينا فيما بعد مضاف معناها قيمة مضافة من تعاون من كذا وكذا مرحبا بيه لكن أحنا مجبرين أن ما نعمله كان على إمكانياتنا من الأول هناك ماذا تقول عن وجود قوات بريطانية قوات ألمانية أيضا في تونس ما عندناش حتى قوات أجنبية على تراب تونسي ما قالتو الصحف البريطانية لا؟ ليس صحيح؟ ما عندنا حتى قوات خاصة في تونس باستثناء القوات التونسية ما عندنا حتى حد موجود في تونس هذا ترابنا وإحنا مستعدين وقابلين التحدي في أن ندافع عليه بكل ما أتينا لا تستخدم الشراكة مع حلف الناتو على سبيل المثال؟ لا لا في هذا المجال لا لا ما عندنا حتى تعامل مع حلف الناتو في المجال هذا كما قلت لك القوات الموجودة واللي دافعت على بن جردان واللي دافع على تونس الكل هي قوات تونسية بدت رأست مجلس وزارات داخلية العرب في تونس حول مسالة حزب الله ويأتي وزير الخارجية ويأتي بيان آخر الجميع تبرأ من بيان وزارة داخلية الآن وزارة الخارجية يقول حزب الله منظمة إرهابية الجميع ينتظر رد بالنسبة لمجلس وزارات داخلية العرب أنت ترأست الوافد التونسي وكذلك أولا ما كانش فم قرار من مجلس وزارات داخلية العرب بتصنيف هو بيان تم اتخاذه في مجلس وزارات داخلية العرب على هامش للمجلس هو بيان ختامي تونس بالنسبة لي كوزير داخلية ترأس الوافد الثوابت اللي موجودة عندي هو أنها تونس لا تتدخل في شؤون أي دولة أجنبية التوجه اللي توجد في البيان هذا كان فيه توصيف لحزب الله كمعناها إرهابي وفي هذا كان التوجه الأغلبي لمجلس وزارات داخلية العرب فتونس لم تتحفظ لأنه كان بيان أولا لأنه لم يكن معروض لا على المصادقة ولا على التصويت ولم يتم إمضاء أي شيء في هذا الصدد كان تونس موجودة لا المغرب لا الجزائر لا المصر لا ليبيا لا السودان لا غيره تحفظت على البيان هذا لأنه لحقيقة التحفظة وعدم التحفظ لم يكن معناها المجال في مجلس وزارات داخلية العرب لم يكن هذا هو المجال لإبداء الموقف الرسمي لتونس الموقف الرسمي لتونس يبدأها السيدة الرئيس الجمهورية بعد التشاور مع السيدة الرئيس العقومة حسب الدستور التنسي وهنا نعود إلى المنطق الدبلوماسي لهذا المجدوب شكرا لك سحب بركة لو فيك شكرا لكم على المتابعة وللقاء الحدث اليوم تنتخب فلوريدا وإلينويس وميسوري وكارولينا مرشحها إلى البيت الأبيض فهل سيحافظ دونالد ترامب وهيلاري؟